ان شاء الله يعني بعيدا عن الثورة يمكن هي ظروف خاصة جدا بس نظام تأمين وحراسة المتحف المصري الموجودة حاليا حدرتك راضي عنها بنسبة الدين والله الحمد لله يعني يمكن بعد الأحداث دين ما حصلت تم تحديث لأجهزة تأمين المتحف تم تغيير السيستم بتاع الكاميرات وأجهزة الألارم أجهزة الإنذار يمكن قبل الأحداث كانت الكاميرات لا تستطيع ان هي التقاط الصور أو تصور في الظلام وإحنا عارفين ان يوم 28 كان المتحف كان مغلق أمام الزيارة فطبعا ما فيش إضاءة جوه المتحف فالكاميرات ما تقدرش تصور أي حاجة في الظلام فتم تغييرها بكاميرات حديثة بتصور سواء في إضاءة أو ما فيش إضاءة تم تغييرها وتحدثها ومعظم الأجهزة اللي هي خاصة بتأمين المتحف تم تحدثها وفيه طبعا أفراد أمن بيحرصوا قاعات العرض أثناء ساعات الزيارة وفيه طبعا شرطة السياحة والأثار بتؤمن أصوار المتحف من الداخل ومن الخارج وحديقة المتحف وما داخل وما خارج الزوار وبتأمن الزوار اللي داخلين جوه المتحف فنقدر نقول أن الحمد لله إلى حد ما الأمور بدأت تستعيد لياقتها وأمن المتحف بدأت يستعيد قوها وشرطة المتحف بدأت تستعيد قوها زي ما كانت قبل الصور بالنسبة للأثار اللي موجودة في الخارج اللي احنا كلنا بنشوفها في متاحف كثيرة جدا على مستوى العالم هل فيه أي اتفاقية ما بيننا وما بينهم عن طريق وزارة الخارجية أو وزارة الدولة للشؤون الأثار أو غيرها أن احنا نستعيد بعض من الأثار دي ممكن يكون فيه أثار أهدت مثلا وفيه أخرى طبعا هربت هو ده الفايصل ما خرج بطريقة شرعية لا يمكن أن احنا نستعيده يعني ما تم إهداؤه ما تم شراءه ما تم يعني أن وفقت عليه الحكومة لأن كان فيه حاجة اسمها القسمة يعني لو أي باسة اكتشفت أثار من حقها أن هي تاخد جزء لها نصيبها نظير أن هي سهمت أو دفعت أو شيء من هذا القبيل فدي كانت طرق شرعية وكان أنت عارف حد لحد سنة 83 ما كانش فيه قانون لحماية الأثار فلما ظهر قانون حماية الأثار سنة 83 منع بيع وتداول الأثار أو شراءها أو بيعها أو تداولها فلغينا اتلغى نظام القسمة ده خالص وتم تسجيل كل الأثار اللي هي كانت بتباع وكانت فيه محلات العاديات وأصبح فيه حاجة اسمها حيازة يعني ممكن أنه يحزى ولكن أنه لا يتداولها ما يبيعهاش وما يدههاش لأي حد يحتفظ بها فقط طالما هو كان التجار العاديات اللي كانوا شاريين الأثار دي فيه أوقات سابقة الأثار اللي موجودة بره بقى اللي هي نتيجة يعني أهدية إليهم برضو لا نستطيع أن احنا نسترجعها الحاجة الوحيدة اللي احنا نقدر نستعدها اللي هي الأثار اللي خرجت عن طريق السرقة اللي هي كانت موجودة في مخازن أو فيه أو مسجلة في سجلات أو موجودة في المتاحف لو خرجت بره مصر نقدر نجيبها بالاتفاقات الدولية بتعاون مع الانتربول ومنظمات الدولية اللي عاملة في مجال السياحة والأثار والثقافة فإحنا وفيه مجهودات لوزارة الخارجية مع المجلس الأعلى الأثار لاستعادة القطع الأثرية اللي خرجت بطرق غير شرعية لما بنشوف أي قطع مسروقة من مكان ما في مصر ومسجلة وعندنا ما يدل على ملكيتها وإن خرجها بطرق غير شرعية بنعمل اتصالات مع وزارة الخارجية فيه عندنا إدارة اسمها إدارة الأثار المستردنة وبتام مجهودات يعني عظيمة جدا وبالفعل بدأنا نسترد عديد من القطع اللي خرجت بطرق غير شرعية وما زلنا في استعادة بعض هذه الأثار طب الأثار اللي بتسافر للخارج يعني ترويجا للسياحة في مصر أو للأثار المصرية بيتم اختيارها الأساسي طبعا قصة المعارض الخارجية يمكن فيه جدل كبير أو حوالينها وهل هي مفيدة لمصر أو غير مفيدة هل هي بتعمل دعاية لمصر والسياحة وأثار مصر ولا لأ وهل الأفضل أن الأثار تفضل هنا أو تسافر وفيه أراء كتيرة وفيه ناس بيقولوا أن هي بتعمل رواج بتفكر الناس بمصره بأثار مصره وبتجيب وبتعمل جذب السياحة للمصر وفيه البعض بيقول لا الأفضل أن هي الأثار تفضل هنا واللي عايز الأثار حيجي يتفضل فطبعا هو فيه الأراء كتيرة ولكن لازم فيه كمان أبعاد أكتر من البعد اللي احنا بنشوفه يعني فيه أبعاد سياسية وديبلوماسية وفيه اتفاقيات بين الدول وبعضها ويعني ممكن مقابل أن احنا بنطلع معرض لمدة ستة شهر أو لمدة سنة وبناخد عليه عوائد عالية جدا بتخدم المجالات الاقتصادية والسياحة والأثارية في المقابل الحكومات الأخرى بتبادلنا نفس الشيء في مجالات أخرى قد نعاني إحنا منها في نقص في أشياء صناعية أو تجارية أو شيء من هذا الخبر طب القطع يا فندم اللي بتسافر هل هي القطع الموجود منها أكتر من يعني طبعا فيه ضوابط أو فيه تماثيل بنشوف منها أشكال كثيرة وفيه تماثيل بيكون ندرة جدا نعم نعم هو زي ما حالك قلت هو فيه ضوابط يعني اختيار القطع المسافرة أولا لازم تكون حالتها جيدة جدا تحتمل أن هي التغليف والنقل والسفر بالطيران من مكان إلى آخر فلازم تختار قطع بحالة جيدة يعني ما نجيبش حالة مكسورة أو حالتها ضعيفة وما تستحملش السفر نقطة أهم بقى أن هي ما تكونش فريدة يعني القطع النادرة والفريدة لا يسمح بصفارها أو عرضها بالخير دي نقطة نقطة التالتة أنه بيتعامل تقارير للحالة اللي سفرت عليها الحاجة وبيتعامل بصمة للأثار اللي سفرت أيها أنا كنت عايزة أسأل محضرتك على ده عشان نظم أن الحاجة لما ترجع أن هي دي فعلا الحاجة اللي سفرت يعني ما فيش إمكانية لتزوير الأثر طبعا لأن البعض بيدعي أن الأثار اللي بتسافر بتعود مقلدة وأن المتاحف المصرية فيها أثار مقلدة وكل القطع اللي بتسافر بره بيجي بدلها ده كلام يعني طبعا عاري جدا من الصحة لأن الأثار اللي بتسافر يعني بيتم لها عمل تقارير يعني بهيئات مختلفة وأهم غير التقارير الحالة بيتعامل حاجة تقرير البصمة وطبعا البصمة دي زي ما الإنسان لبصمة وما فيش إتنين بيتفقوا في بصمة واحدة هكذا الأثار ما فيش أثر بيتطفق مع أثر تاني في نفس البصمة لذلك بيتم عمل بصمة والبصمة دي بتتعمل بأجهزة إلكترونية ومكبرات وأخذ جزء داخلي لمكونات التمثال سواء حجر أو معدن أو خشب أو عاج بتتاخد التكوينات الداخلية ودي ليمكن أي مقلد أو مزور يقدر استطيع التحكم فيها والبصمة دي بتبقى حاجة سرية ما حدش بيعرفها إلا اللجنة اللي هي عملتها وبتحفظ كل الحاجات دي والصور دي في مخازن سرية ما بتتفتحش إلا لما الأثار دي بترجع وبيتم مطابقة تقارير الحالة وأيضا بتتطابق البصمة ودي اللي بتكشف إذا كان لو فيه تزوير أو تقليد حدث أو لا وطبعا عمر ما أثار سفرت في معارض وبترجع مقلدة لأن طبعا فيه الاتفاقيات بيدفعوا تأمين بقيمة عالية جدا ده لو حدث خادش أو حدث أي مكروه لقدر الله بيخسروا ملايين الدولارات فتخيال أنت لو واحد يعني هيستطيع أنه هو يقلد أو يبعد حاجة مقلدة طبعا يعني بنغرامه طبعا ما حصلتش طبعا إنما القيمة التأمينية لمجرد أنه يحدث تغيير أو تلف بسيط في أي جزء من أجزاء الأثار المتحف المصري فيه أماكن تخزين كتير جدا وأعتقد أن فيها إنها مليئة بالأثار هل من حين لآخر ممكن أن نستبدل الأجزاء أو الكطع الأثارية دي بأخرى من الموجودين في المتحف؟ نعم هو طبعا المتحف المصري فيه كاتالوجات وكاتالوجات متدولة في جميع أنحاء العالم معارفين يعني فيه مستر بيسز يعني فيه قطع نادرة دي طبعا ما بنغيرهاش متظل زي ما ولكن التغيير في العرض اللي هو القطع زي ما حالك قلت المخزونة ببعض القطع بنبدل وبنعمل معارض مؤقتة بموضوعات معينة اللي جذب أنظار المواطنين المصريين والسياح والمهتمين بالأثار بنختار بعض الموضوعات اللي بتهم المشاهد أو محب الأثار وبنجيب القطع اللي بتخدم هذا العرض من القطع الغير معروضة من المخازن والمقتنات اللي هي بتأتي إلى المتحف حديثا من البعثات والمكتشفات يعني نقول مثلا أسرة بالكامل ممكن تبقى هي اللي ظهرة في وقت معين أهو مش إحنا بنعمل يعني بنركز على حقة تاريخية بقدر ما بنركز على موضوعات يعني مثلا موضوع الكتابة موضوع الحياة والموت موضوع التحنيط موضوع أدوات الزينة الحلي بنختار موضوعات اللي هي تجذب الزائر إلى المتحف دكتور احنا خلصت فاكرتنا بس سؤال سريع جدا المتحف المصري الجديد هيتم افتتاح وامتى هو طبعا المتحف المصري الكبير من أهم المشروعات القومية اللي هي بتخدم موضوع السياحة والأثار لأن ده هيبقى أكبر متحف للأثار المصرية في العالم أجمع معمول بأحدث الطرق والتقنيات الحديثة كان من المفترض أنه يتم الانتهاء منه بنهاية هذا العام ولكن تبقى للأحداث وما أعقب أحداث الثورة وانخفاض أعداد الزائرين من كسرة المظاهرات والاعتصامات طبعا الزائر أو السائح عايز يجي يتفسح يخاف على حياته ومش عايز يجي مكان ممكن يحدث له مقرول فايتم لتأجيل الافتتاح نظرا خفض المعدلات الزيارة طبعا ده أثر على الدخل بتاعنا ومشروعات اللي هي الأثار وتطوير المناطق الأثارية والمخازن والمتاحف يعني اتأثر شوية فعشان كده تم تأجيل افتتاح المتحف المصر الكبير هو كمفروض يعني بنهاية هذا العام ولكن إن شاء الله في خلال عامين على الأكثر سيتم افتتاحه للزيارة وأيضا أحب أشير إلى أن قرب انتهاء متحف الحضارة وده برضو متحف قومي كبير جدا للحضارة المصرية منذ أقدم العصور حتى اليوم بيتم يعني فيه مقتنيات لكل عناصر والحياة المصرية وده إن شاء الله يعني في خلال عام إن شاء الله حيتم افتتاحه ودول أهم مشروعين قوميين على مستوى الأثار وهيخدموا السياحة إن شاء الله وإحنا كلنا أكيد مستنينهم دكتور محمود الحلواجي مدير على المتحف المصري أشكر حضرتك جدا نوارتنا شكرا يا فندم ونهارة ساعة حواليك